اشتركوا في القناة ومتغير باستمرار وأشعر في الواقع بنوع من الإحراج لأنني لن أتناول مطلقا الجوانب الإيجابية المتعلقة بهذا الموضوع ولعلي سأكون بذلك على النقيد نسبيا مما ذكر منها وهو كثير على لسان أستاذنا سي محمد تاجدين الحسيني وصديقي وأخي خمري سعيد خمري طبعا الذي سبقا إلى الكلام ويمكن أن أقول في مستهل كلام عن الموضوع أن تجربة الدبلوماسية المغربية في التاريخ وفي التجربة الواقعية لعملها وتصوراتها ومقولاتها على الصعيد الدولي هذا بطبعة الحل يحتاج إلى بحثين طويل وعريض وقد قيل فيه الكثير ويبدو أنه في تناقضه وتعدده مما يصعب حصره في عجالة غير أن المثير فيه وأن الجهة المكلفة بهذه الدبلوماسية لم تنجز فيما يهم تخصصها ولا تطوراتها وأسلوبها وخطاباتها ما قد يفيد شيئا كثيرا أو قليلا وهو إن وجد لا يؤبه به لأنه لا يتضمن شيئا قد يفيد الدارس فيما قد يكون لها من توجه على الصعيد التنائي والإقليمي أو الدولي إلا في حالات نادرة لعلها كانت منذ بداية استقلال المغرب من مبادرات من تولوا عرشه أو كانت لهم مسؤولية سياسية مباشرة في مواقع القرار وهو ما جعله بحثا وقد قرأت له ما سأقوله عنه أو ما كتبه قرأت ذلك باستغراب يقول إن وهو باحث مختص في مجال الدبلوماسية إن المبادئ الأساسية للدبلوماسية المغربية استمدت روحها من كوابث مشتركة أرصت أسسها الدول المتعاقبة على حكم المغرب وكانت مستمدة من القيم العليا للدين الإسلامي الحنيف لا أعرف ما هي العلاقة بين ومن طبيعة الشخصية المغربية ولا أعرف ما مذلول ومعنى الشخصية المغربية وبعض هذه المبادئ يقول أعلنها محمد الخامس بطبيعة الحال لتحكم دبلوماسية ما بعد الاستقلال وتعززت بعد ذلك في عهد الملك الراحل الحسن الثاني إلى يوم الناس هذا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدون تعيق سأكتفي بالإشارة في معنيني إلى حكم عام مفاده أن الدبلوماسية المغربية فيما يبدو لي وأنا أمزج في هذا الحكم بين تجربة الشخصية والاطلاع الفكري والسياسي إلى آخره أن الدبلوماسية المغربية خلينا نقوله رسميا بما أنه ذكرت الدبلوماسية الموازية هذه الدبلوماسية لا تقوم في رأي الشخصي على أي أساس نظريين تحليليين يرسم خططها وتصوراتها ومصالحها الوطنية وأهدافها البعيدة والقريبة وإنما هي تصور أو موقف طابعه الضرفية والاستثناء يتبلر في كل مرحلتين وفي بعض الأحيان طوال مراحل حسب الإدراك البرغماتي لمتطلبة العمل الدبلوماسي في مناطق تواجد التنفيلي وأساسا في علاقة بالمحاور السياسية ذات النزوع الهيمني والتحالف الضرفية التي تمليها بعض الاستراتيجيات المتصارعة على الصعيد العالمي وقد كانت كذلك أثناء الحرب الباردة كما نعلم ثم تطورت بعد ذلك وخصوصا امتداء من سبعينيات في علاقة بالقضية الصحراوية وانتهت إلى أن أصبحت إلى حد ما ذات طابع هجومي يرمي إلى اقتحام بعض مناطق النفوذ التي يحتلها خصوم قضية من القضايا التي يدافع عنها المغرب ولذلك تجد الخط العام الذي التزمت به هذه الدبلوماسية هي الوقوف إلى جانب القواء ذات النفوذ العالمي الغربي ومصالحي واستراتيجيات تلك الدول في الصراع الدولي حيثما كان في الصراع الدولي هذا ما ينعكس على المغرب بطبيعة الحل من آثار جانبية أو فعلية وأنا شخصيا أفهم هذا الخط من خلال منطلقاته إن كان ما سوف أشير إليه يمكن اعتباره منطلقات جدية لخط ما ومن أولى المنطلقات التي ترسخت عبر الصانوات فأصبحت بالنسبة للدبلوماسية المغربية مسلمات بين قوصين بديهية في العمل والتمثيل نجد في مقدمة التشخص بصفة عامة ستة ضواهر مترابطة أعرضها بدون ترتيب تقوم أو تتمثل أولا في نوع من الصمت السياسي أو ما يمكن تسميته بالصمت السياسي والهيمنة الإدارية البيروقراطية المركزية تابعة للوزارة المؤسسة ثم أولوية الاعتبارات الشخصية أحيانا على السياسية أو الاقتصادية أو التقافية أو غيرها وأخيرا الطبيعة المحورية في ارتباط بنوع من ما ألاحظه ولاحظته نوع من النقصان المهني باختصار شديد المغرب لم تكن فيه مؤسسات دبلوماسية خارج الأكاديميات للدبلوماسية المغربية إلا منذ فترة وجيزة قريبة منها ربما منذ حوالي 15 سنة أو كذا ومعظم الدبلوماسيين المغربة تخرجوا من المدرسة الإدارية أو من الأحزاب السياسية التي كانت تقترحهم أو تنتدبهم للعمل الدبلوماسي باقتراح من جلالة الملك أو من الوزارة نفسها فالمهنية لم تكن دائما عنصر أساسي في الأداء الدبلوماسي المغربي في أكثر من المنطقة لا أعرف شوش تسمحوا لي ونقول لكم أكبر دليل على ذلك أنه السفير المغربي في باريس أستاذ بالعباس التعرجي بقي في منصبه مدى طويلة من الزمان وأداؤه الدبلوماسي غير معروف تماما وغير مذكور الأستاذ المرحوم صمار بقي في المملكة العربية السعودية زيادة من 13 سنة حتى توفي في المملكة العربية السعودية ولم يكن لعمله ولأدواره وطريقة اشتغاله أي أثارين لأن العلاقة كانت دات طبيعة أخرى ومستويات أخرى تتم أفقيا بين المؤسسات الملكية أو غيرها وهناك أمثلة كثيرة على هذا الموضوع سأحاول الانطلاقا من هذا كله رغم الاختزال الذي سأغطوه فيه أن أرى طبيعة تلك الدبلوماسية في علاقة بالقضية الصحراوية في دول أمريكا اللاتينية منطلقا في ذلك كله من تجربة شخصية ترتبط بالموضوع قاربت بالموضوع في إطار وزارة الخارجية كذلك قاربت العشرين سنة وسوف أوجز ذلك في ملاحظتين وخلاصة ملاحظة الأولى فيها تأكيد مبدئي على أن تبتيل دبلوماسي من المغرب وبعض دول أمريكا اللاتينية لا يعود في أغلبه إلا إلى الفترة الموالي الاستقلالي حصرا وبصورة خاصة إلى سنوات السيطة الأولى إلا في مناظر كما سنرى تلك التي انتهت سنوات السيطة الأولى تلك التي انتهت بإعلان حالة السيطناء عمليا في البلاد وكان من الواضح أن الاعتراف المتبادل على ضوء السيادة الوطنية وأشدد على ضوء السيادة الوطنية هو القاعدة أي بدون أن يكون ذلك مصحوبا بتبادل السفراء كان الاعتراف ولكن لم يكن مقرورا دائما بتبادل السفراء مع دول أمريكا اللاتينية وسأعطي بعض الأمثلة ويمكن أن نمثل لذلك بأن أول سافر المغربي في دولة شيلي لم يستقر بذلك البلاد إلا في آخر التسعينيات تقريبا 1997 وفي المكسيك قبل ذلك بست سنوات 1991 ولم يتمكن السفر المغربي من ممارسة مهامه في قواطي مالا على سبيل المثل أيضا إلا منذ أربع سنوات أو خمس سنوات وربما تعتبر العلاقة الثنائية الأهم والأقدم من ناحية تاريخية هي التي قامت بين المغربي والأرجنتين منذ 1960 وجدير بالإشارة أن الدبلوماسيا المغربية لا تغطي جميع بلدان أمريكا اللاتينية إلا بالوكالة عن طريق السفرات الموجودة في البلدان ذات العلاقة التمثيلية المتبادلة ومن تلك التمثليات من يغطي أزيدا من ثلاثة دول فلا يكون الحضور المغربي فيها إلا ستتمائيا وتقديري الشخصي أن هناك دولا لا تشملها أي تغطية في الوقت الحالي كالأوروغواي وفنزويلا والإكواذور والباراقواي وغيرها ويعود ذلك في الأغلب لموقف تلك الدول من القضية الصحراوية مع وجود دولة على الأقل لها علاقة دبلوماسيا مهمة دبلوماسيا واقتصادي أيضا مهمة مع المغرب رغم أنها تعترف بما يسمى بجمهورة الصحراوية وأشير بذلك إلى دولة المكسيك منذ 1983 وشاهد عندي في هذا أن تمثيل دبلوماسيا المغربية حيث ما وجد هو أمر حديث أو متأخر وليس من ضرور أن نتسأل بعد ذلك عن الأوضاع الملموسة القائمة في تلك التنفيليات من ناحية السياسية والاجتماعية والمالية وطبيعة العاملين فيها والميزانية العامة المخصصة لتدبير وتسيير العمل فيها والتي تحكم أوضاعها وأعمالها والأهدف التي قد تكون منوطة بها وما ذلك إلا لأن ذكر هذا الجانب من نشاط الدبلوماسي العام يثير الكثير من التساؤلات المرتبطة بالجدوى وبكيفية صرف المال العمومي فضلا عن السلوك الدبلوماسي نفسه للقائمين على ذلك كله وهو بطبيعة الحال ما يؤثر تأثيرا واضحا في العمل الدبلوماسي وأساسا في المرضودية المتوخة منه ويعني هذا ضمن ما يمكن أن يعنيه أن هناك فراغا كبيرا لا يملأه في معظم الأحيان أي حضور ومتى ما وجد هذا الحضور فإنه محكم على الدوام بالكثير من ظاهر التي تحد من عمله من ذلك على سبيل المثال الجمود الذي في معناه أن الإدارة المركزية هي التي ترسم وتوجه وتأمر في كل ما يتصل بالتحرك الدبلوماسي الذي من المفروض أن يتم بالطرق المناسبة على ضوء التطورات الخاصة ببلد إقامة التمثيل الدبلوماسي لا بالأوامر الإدارية الجاهلة في معظم الأحيان ويصبح ذلك قيدا من القيود أحيانا التي يمكن أن نعثوها بالرهيبة التي تحد من طبيعة العمل الدبلوماسي علما بأن الوجود الدبلوماسي في كثير من دول أمريكا اللاتينية ليس في الحقيقة إلا من أجل قضية الصحراء دون سواها الملاحظة الثانية المتعلقة من ناحية بموقف بعض دول أمريكا اللاتينية في علاقة بصحراء وكذا بالأداء الدبلوماسي المغربي من ناحية الأخرى ويجب أن أؤكد في بداية الحديث عن هذا الموضوع أن المسافة الجغرافية قد لعبت دورا كبيرا فيما يمكن الاصطلاح عليه بالتجاهل التام الذي ساد بين المغربي وكثير من دول أمريكا اللاتينية يضاف إلى ذلك في إطار نفس المسافة الجغرافية أن التواصل التاريخي بين الجانبين حديث حديث تماما لا يتعدى ستين سنة أضيف إلى ذلك ما يكتنف هذا التواصل في حال وجوده من غموض وأفكار قبلية أو مسبقة وضعف اهتمام لا يبالي بالمعطيات الحقيقية المتعلقة بمختلف مجالة الحياة الخاصة بالبلدان والشعوب وبالبنيات والتوجهات وطبيعة الأنظمة والتحولات السياسية والاجتماعية التي تمت في مختلف الحقب التي مرت بها البلدان قديما وحديثا ربما كانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك البقي المغرب لمسنا ذلك كثيرا قارة مجهولة وفي أحسن الأحوال يوصف بأنه بلد عربي أو إسلامي متخلف غالبا ما يقرن في وجوده بالقرون الوسطى وغريب سمعناه في المكسيك وفي الشيلي وفي البراجوي في الكثير من دول من النخب الحاكمة نفسها وبطبيعة الحال على عكس ذلك كل من زار المغرب وقام بالاطلاع على تاريخهم من بعثات تلك الدول بطبيعة الحال اكتشفت شيئا مغيرا تماما أثار اهتمامها وقربها إلى الوجود المغربي التاريخي أو الحاضر ومن الجانب الآخر هذا من جانب الدول الأمريكية اللاتينية ومن جانب الآخر لا أرى أن الدبلوماسية المغربية تتوفر أو نادرا بصورة محكمة على المعطاية الحقيقية الخاصة ببلدان التمثيل الدبلوماسي كلا أو جزءا رغم أن الدور الدبلوماسي في هذا المجال يفرض أن يكون التمثيل السياسي تتويجا للعلاقة التنائية الحرة القائمة على المعرفة المتبادلة وأن على القائمين بالتمثيل الدبلوماسي أن يكونوا على وعين تام بما سوف يخدم دورهم الدبلوماسي في بلد التمثيل والواقع أن موقف كثير من دول الأمريكية اللاتينية بناء على هذا مطبوع بالجهل التام لما تعنيه القضية الصحراوية للمغرب من ناحية ولما تعنيه في إطار الصراع الدائري حولها في المحافة الدولية من ناحية ثالثة ولما يجب أن يكون عليه الموقف المعلن من الأطرحة المغربية من ناحية ثالثة وتتضح الصورة أكثر إذا ما أخذنا مع الاعتبار الضور الذي لعبته الجزائر بدافع المنافسة الإقليمية منذ أن أدركت أن العمل الدبلوماسي المساند لحركة البوليزاريو له أهمية قصوى ويتطلب إمكانيات مادية ومعنوية كبرى في الصراع ضد المغرب بجميع المبررات التي أوجدتها أوجبتها سياسة تلك الدولة في اعتناق مبدأ تقرير المصير وفي ربطه بالمساندة والدعم والتمويل لغير المشروط لمفهوم الجمهورية الصحراوية في الدعاية والإعلام وفي اللوبينغ كذلك ومما يثير الانتباه في هذا السياق أن معظم دول أمريكا اللاتينية جاءت حين يكون الاعتراف بالأطروح المغربية صالحا مطبوعة في كثير من الأحيان بالتردد وعدم الحسم وربما كانت فيها جوانب غامضة بل والأخطر من ذلك أنها قد تكون مبنية على نفس ما تبني عليه الدولة الجزائرية دعمها للبوليزاريو حين تغدق على بعض الأنظمة ذات توجه اليساري العام ما لا يحصى من أشكال الدعم مع المساومة هذا أيضا فضلا عن موسميتها موسمية الاعتراف بالحق المغربي بالأطروح المغربية أو نقدرها والمثال البارز على ذلك في السنة الماضية هو دولة البيرو وكولومبيا وربما هناك لا أتمنى ذلك ولكنني أراه في أفق العمل الذي يخاض الآن في دولة الشيلي وربما كانت الشيلي هي الدولة الوحيدة بين دول أمريكا اللاتينية التي اعترفت بالأطروح المغربية اعترافا رسميا بناء على القانون الدولي أنه الدولة الشيلي لن تعترف سواء تحت الحكم الاشتراكي أو اليميني كما يقال هناك لن تعترف بالجمهورية الصحراوية المدعات أو المزعومة لأنه لا وجود لشعبين ولا لحكم القضايا الأربع أو الأسس الأربع التي تحدد الاعتراف بالسيادة في القانون الدولي وبناء عليه يمكن الاستنتاج بأن العمل الدبلوماسي المغربي لم يوفق لحد الآن بناء على ما ذكرته من الإقناع بصحة الأطروح المغربية بالأسلوب الملائم الذي قد ينطلق من الإقناع السياسي بتجربة تاريخية لقضية صحراء في ارتباطها بالمغرب وامتدادها في جغرافيته من جميع النواحي والجوانب بالإضافة بطبعة الحال إلى ما يرتبط بذلك من قضايا ومضوعات وسياسات واستراتيجيات في مقابل ذلك في مقابل ما تدعيه حركة البوليزاريو وتساعدها دولة الجزائر في ذلك بالطرق المناسبة وغير المناسبة وذلك من ارتباط القضية الصحراوية بقضية تصفية الاستعمار أو بالاحتلال كما يقال باحتلال المغرب أو بالتوسع المغربي وهو ما يجد له في ساحة أمريكا اللاتينية بحكم المرحلة التاريخية التي اتسمت منذ ثمانينيات في تجارب بلدانها بعودة الديمقراطيات التي أسميها شخصيا بالديمقراطية التحكمية وجدت لها آدانا صاغية وأنصارا كثيرين وطربة مساعدة ومجالات سياسية داعمة غالبا ما تحرج الدبلوماسيا المغربية أو تجبرها على مزيد من الصمت أو الوقوف العاجز أمام الدعاءات الحاطة أحيانا من القيمة الرمزية للبلد وشعبه يضاف إلى ذلك أن الدبلوماسيا المغربية خصوصا في أمريكا اللاتينية ما زالت مقيدة بشعارة التحرر المدعى وأن يضمن في نفس الوقت لأطرحته المصداقية المطلوبة بناء على تصور ديمقراطي يفند مختلف التصورات البالية التي تتعبأ بها أطرحته الخصومي والدعمين لها وشكرا على انتباكم